موسيقى اهلا بكم فضحت التظاهرات الشعبية السلمية التي شهدتها مدن جنوب العراق ادعاءات قوى السلطة الطائفية وميليشياتها بشأن الدفاع عن مضمومية مجتمعات هذه المحافظات وانها انما جاءت اي هذه القوى الى الحكم لانهاء حالة ما تصفه بحالة التهميش والاقصاء التي كان يتعرض لها هؤلاء السكان في مرحلة ما قبل عام 2003 حيث لم تتورى هذه القوى وميليشياتها عن البطش والتنكيل والقمع بكل حراك شعب سلمي ضد تغول هذه القوى وفسادها وجرائمها وكان اخر هذا القمع في مدينة الناصرية في محافظة الذقار والتي تعرض شبابها المتظاهرون ضد فساد السلطة الى حملة بطش وتنكيل حكومية وشيطنة واتهامات بالعمالة للخارج وغيرها من الاتهامات جديد بالتذكير ان هذه السلطة وميليشياتها قتلت اكثر من 1200 من ناشطين ومتظاهري حراك تشرين في العام 2019 وما بعدها سلوك نفاق قوى السلطة عرته اكثر الازمة اللبنانية الحالية عبر التعاطي المزدوج مع اللاجئين اللبنانيين وطريقة دعمهم واحتضانهم وتقديم الدعم الكامل والذي قدم لهم بينما اللاجئون العراقيون ما زالوا في مخيمات النزوح داخل العراق وسوريا منذ نحو عشر سنوات يخشون العودة الى مدنهم بسبب هيمنة وسيطرة الميليشيات على هذه المدن نفاق والسلطة وتعاطيها المزدوج مع قضايا المجتمع العراقي هو الذي سنفحته في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية ما هي المعايير التي تسير عليها قوى العملية السياسية في التعامل مع الشعب العراقي وقضاياه الملحة وهل فعلا ان هذه القوى لأسيما الطائفية تمارس النفاق السياسي مع القضايا العراقية المختلفة ولماذا كل هذا البطش والدموية في التعامل مع التظاهرات السلمية التي تجري في جنوب العراق والتي تتعكز هذه القوى وما زالت على مظلومية سكان هذه المدن وهل أصبحت هذه القوى متهمة بالنفاق السياسي واعتماد المعايير المتعددة إضافة إلى تهم الطائفية والفساد ضيفات طاولة رافع الفلاحي ضافر الشمالي اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث الحلقة في نفاق النفاق السياسي لقوى السلطة ومعاييرها المزدوجة في التعاطي مع قضايا الشعب العراقي ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الستوديو وسيكون معنا أيضا عبر سكايب من مدينة سدني في استراليا الباحث في مجال أو قضايا مكافحة الإرهاب الأستاذ ظافر الشمالي أهلا وسهلا بيضيفين الكريمين حياكم الله ومرحبا أهلا السيد ظافر مرحبا هناك من يتحدث دكتور رافع عن معايير الحقيقة وليس معيار واحد معايير ليست مزدوجة بل متعددة في تعاطي قوى السلطة منذ عشرين عاما مع قضايا ملحة للشعب العراقي في قضايا كل القضايا كل القضايا هل هذه المعايير طائفية مناطقية معايير إسلامية معايير وطنية وفق أي معايير تعاملت هذه السلطة مع المجتمع العراقي وقضاياه بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم أستاذ الله أهلا وسهلا الحقيقة مثل ما قلت هي أكثر من معيار ومن يحدث هذه المعايير هي السلطة الحاكمة السلطة الحاكمة تعني تحديدا ميليشيات نعم هي من تحكم وهي من تحدد هذه المعايير وهذه المعايير تخضع لمصالحها ولرؤيتها المصلحية ورؤيتها السياسية التي تحدد خارج الحدود وليس داخل الحدود يعني ما يملى عليها وسأقول لماذا سيعني ربما سأطرح أكثر من حادثة وقعت وكل العراقيين كانوا يعني شهود عليها وعلى هذه الحوادث تقاس كل هذه المعايير كيف حصلت وآخرها أبدأ من آخرها اللي هي مدينة الناصرية عندما ثارت مدينة الناصرية وخرجوا الثوار خرجوا الناس يتظاهرون وماذا كانت هتافاتهم كانوا يريدون حرية كانوا يريدون ديمقراطية يريدون هذه الأحزاب التي تخلص من الفساد هكذا كانت شعاراتهم ماذا قالوا عنهم خرج مدير شرطة ديقار مدير عام شرطة ديقار قال هؤلاء يريدون أن يحرقوا الدوائر هؤلاء عملاء يعني هذه الأوصاف وخرج عمار الحكيم ليقول هؤلاء بندقية مؤجرة واضح مثل ما قالوا عن ثوار تشرين عام 2019 قالوا أبناء السفارات قالوا أمهاتهم بعثيات رفيقات هذا الكلام وصلوا إلى أنه خونا وتابعين الصهيونية وأمريكا وكأن هؤلاء الذين جاءوا للسلطة العراقية بعد 2003 هم ليسوا نتاج الصهيونية وأمريكا ولم يأتوا بوساطتها بالابتعامات وصلت إلى قضايا لا أخلاقية مس بالعراض وشرف يعني ربما أني لا أتطرق لهذه القضية لأنهم أول ما يذهبوا إلى هذا المثل يذهبون إلى المساس بشرف وكرامة الإنسان العراق وهذه كارثة كبيرة هذه كانت تعاملهم مع الناصرية مع الثوار واتهموهم هذه الاتهامات واتهموهم أنه مخربين حارقين حرامية ما أعرف منه وقال حتى طلع مدير شرطة الذقار قال لهم ما يزيدون عن 20 واحد وطلعت الصور آلاف مؤلفة فكان يكذب وكان والمدينة عبئت بقوات قوات غريبة عجلة من الملثمين قادمة من بغداد لكي تقمع هذه التباغرات وواجهوهم بالقنابل والرصاص في نفس الوقت كانت هناك قناة بغض النظر قناة تلفزيونية طلعت برنامج بغض النظر أو طلعت تقرير لا يتناسب مع سياسة العراق وأنا معهم ما شيء لنفترض أن هناك قناة معينة تلفزيونية فضائية طلع برنامج أو تقرير لا يتناسب مع السياسة العامة ماذا تفعل؟ هل نترك الميليشيات تهجم عليهم لتسرقهم وتحرق المقار وتكسره وتهتف هتافات ضد دولة تدعي أنها تمتلك هذه القناة أم نتصرف كدولة يقولون نحن دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات ودولة قانون هذه المؤسسة لم تكن على أرض العراق إلا بما فوقت الحكومة العراقية وقال لك دكتور أيضا هجمت المطاعم نعم ومصالح أخرى مدنية طيب أنتو لما هذا المؤسسة موجودة على الأرض إذن هي برعاية الدولة الدولة يجب أن تحميها لماذا تسمحون لهؤلاء وكانت قوات شرطة أيضا قوات مكافعة شغب محرفين واقفة وكنا نشاهدهم بالفيديوهات يسمحون لهؤلاء لكي يرتقوا إلى هذه البناء ويسرقوها ويحرقوها التعامل يلاحظ ويقولون هنا الشعب عن الناصرية وهنا الشعب أيضا وهي ميليشيات ليست شعب في القناة وأرجع مرة أخرى لمثل آخر في عام 2011 خرجوا المتظاهرين وينادون بالحرية والريد العراق والريد استقلال العراق وهذا كذلك وهذا النتاب وعابرين للطائفية وشباب صغير وعراقي ومحترم ومن نفس الطائفة يعني حتى لنروح بعيد وليقولوا أن الشيعة لذلك أنا قلت هذه مصالحهم ليس معيارا طائفية لأنه البناصرية أيضا شيعة المعيار مطائفي المعيار مصلحي ما لهم علاقة أنت تخرج لذلك ظهر واحد من من زعماء الميليشيات قال كل واحد يقف ضد السلطة سلطتهم نعتبره مجرم ونعتبره إرهابي ونقاتله ونذبحه ويعني اعترف بما جرى في عام 2011 قتلوا المتظاهرين قتلوا المتظاهرين وحاربوهم بهذه الطريقة لكن في نفس الوقت كانت تطلع مظاهرات تعبر جسر الجمهورية تفتح لها الطرق وتخش إلى المنطقة الخضراء وتفتح داخل المنطقة الخضراء وتهاجم حتى السفارة الأمريكية ويهربون كل المسؤولين ويدخلون حتى للبرلمان ولا أحد يوقفهم إذن التعامل هنا ليس بمعيار مزدوج بمعايير كثيرة تتعلق بقوة الشخص إذن أرجع مرة أخرى هم ينظرون إلى الشعب نظرة دونية نظرة ضعيف فيتعاملون مع الشعب العراقي كأنه ضعيف يستحق أن يضرب بالقنابل والرصاص لأنه عراقي لأنه شعب أما أي سلطة أخرى ميليشياوية تفعل ما تفعل لتفعل ما تفعل لأنها تملك السلاح وتملك القوة وتملك قرار سياسي جزء من القرار السياسي إذن التعامل معها نعم بشكل آخر وهذا يدلل على أنه لا سلطة في العراق هذه الموجودة هذه سلطة عصابات والحصة سلطة الدولة وسلطة قانونة تحدث عن شكل السلطة أستاذ ظافر عندك صباح الخير عندنا مسأل خير بسعكم الله بخير والعافية عليكم على ضيفكم الكريم دكتور رافا أستاذ ظافر يبدو السلطة راح تلحقها تهمة تهمة أخرى بالإضافة إلى الطائفية والفساد والجرائم وهو التعاطي بمعايير مزدوجة نتحدث عن نفاق سياسي كما سماها الناشطون على خلفية التعاملها مع اللاجئين اللبنانيين واللاجئين العراقيين هذه المعايير المزدوجة والعديدة وفق أي مرجعية تصممها هذه قوى السلطة مرجعية دستورية مرجعية قانونية مرجعية إخلاقية قيمية هل ثمت مرجعية لهذه المعايير أم أن هذه المعايير يتم قدح من رأس زعماء الميليشيات آنيا ولحظيا مع أي مشكلة تواجههم أعيني أستاذ ماجد دعني نحكي اليوم بعيدا عن الحديث بالفصحة ونحكي عراقي أول شيء دعنا نرجع للأحداث التاريخية ونشوف شنو المشكلة بين السلطة منهم في السلطة وبين العراقيين وخاصة الشيعة يعني برنامجكم اليوم موضوع جدا مهم وحساس وأيضا جميل يعني يعني يسلط الأضواء على شريحة فعلا عانت ودت عاني ولا تزال أول شيء هذه كلها منطلقة من فتوى من الخميني إنه كل العراقيين اللي كانوا بالدولة أو بالجيش أو يعني حتى المعلم حتى المدرس أي شخص كان يستنى مراتب من الدولة في يعني منذ مجيء الخميني و 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 يعتبر بعثي صدامي مجرم وال الألقاب والصفات اللي وزعوها هم على هذا وأكثر فئة كانت حاقدة يعني على هذا على العراقيين خاصة الشيعة هم التبعية اللي أصولهم إيرانية وتم يعني تسفيرهم و قسم واللي ينضموا إلى فيلق بدر غدر و غيره على قوة النجفية العجم 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 النجفين طبعا يكرمون الإيرانيين يعني مو مثل الكربلايين الكربلايين عدوا ميوت بتسى النجفية لا أكو مشكلة بين النجف كربلاي المهم هذولا يسموهم كان يعني هاي الفتوى مالت الخميني هي أساس هذه المشكلة لذلك كان يشوفون كل واحد يشتغل بالدولة يعتبر بعثي صدامي وإلا ينتمي يعني انتمم انتمم مجبر محبط يعني هذا الأمور في عقلية هذولا تغلغلت هذي الفتوى تغلغلت لذلك من جو الأمريكان وجابوهم هذولا يعني هما ذولا ما جابتهم إيران جابوهم الأمريكان وإيران دعمتهم نعم فجابهم الصهيون يبريمر ومنه جابهم جابوا نسى على المعارضين وش اسم يقولون عليهم صهاينة وكذا ومنه جابهم هذول اللي بالسلطة اللي جابوهم منه جابهم جابوا الصهيون يبريمر نعم خلاهم بريمر فالصهاينة هما ذولا يعني هما هاي حقيقتهم هم إيرانيين هم صهاينة فالقصد أرجع أقول أنه هذولا أكثر ناس حقدوا على كل عراقي كون يقولون هذول هما العراقيين فرهدونا وأخذوا بيوتنا مع العلم العراقيين مساكين ذاك الوقت ما كان عندهم يعني بالعكس الناس كانت تجير بياناتهم وحافظي لهم تجير وقسم حتى حفظوا بيوتهم يعني اللي أخذتها الدولة بذاك الوقت واحد بس هناك ناس حتى اشتروا بيوتهم ورجعوا لهم يا بعدين من رجعوا وحفظوا لهم المهم فهذا الحقد من رجعوا هذول وجابوهم جابوهم الصيوني بريمار ودخلهم العملية نتذكر احنا بدت عمليات استهداف لكل من حارب إيران أو لكل من كان ضابط بالجيش أو طيار أو بالبحرية وأيضا يعني حتى نذكر وأيضا هم يعني خلينا نتعاون ما أطلقها من فتوى أو دعوة حازم الأعرجي أخو بها لعرجي أن الفتوى جاهزة وقتلوا أقتلوا الصدامي وقتل البعثي وقتل الوهابي أقتل لا تقول ماكو فتوى الفتوى يعني هذه موجودة وأيضا التصفيات التي قامت بها منظمة بدر ضد طيارين وضباط عراقيين في الأيام الأولى بعد الاحتلال نعم هي هذه يعني بدأ بدأ أنه الاتهام موجود التهمة والناس يعني التهمة والناس بالتصهيون وأكثر شيء اللي يتأذى ومنعدهم هما هو ويحقد هو أصلا عنده مشكلة مذهبية فهو حاقد على الطرف الآخر المخالف لكن عنده مشكلة مع اللي هو من نفس مذهبه نعم إذا كان ضد التوجه الإيراني ضد التوجه الخمين إذا يعني الشخص الوطني الحقيقي نعم بدت هذه المسلسلات زرعو الطائفية كانت تعاونة المخابرات الإيرانية ومخابرات السورية واتهم العراق سوريا بذلك الوقت بإدخال الإرهابيين وتفجير وكذا من هذه الأمور لأن كانت إيران تريد أن تأخذ العراق وكانت تحرك هذه المسألة مسألة الطائفية وانتشغل بعد هذه المسألة العراقي الوطني الحقيقي الشيعي لماذا نحن نحكي في هذا الموضوع وضمن هذه الشريحة يرفض الإيراني يعني جنابك ذكرت مسألة النجف بالنجف الإيراني يقول للإبن النجف برو عربه يعني هذه الحكي حتى قبل يعني قبل بالستينيات والخمسينيات والسبعينيات يعني العجمي يقول للإبن النجف يقول برو عربه صور أنت في داخل مدينته هذا الحقد اللي موجود عندهم هذه يعني هذا حتى يعني كل هذا الإيجاز التاريخي التراكم العمق التاريخي هو شكل المرجعية لهذا السلوك الذي عليه السلطة وميليشيات نعم بالتالي أي واحد يرفض هذا المشروع طبعا نحن نعرف هذا المشروع من إجه أيضا بالأموال بالمناصب تذكر نحن في أول مرة قلنا أكو عندهم نية لملشنة المجتمع عسكرة المجتمع يعني تسليح المجتمع وخاصة يعني اللي هم من عندهم اللي يسووا من عندهم ميليشيات ومن يواليهم فبدت عملية كسب هذول المال الفقرة فصارت هذه يعني صارت هذا المفهوم تركز تعرف أن الناس إما الخوف وإما المال يعني من السلطة سلطة تعامل بالثنين بالسلط وبالدينار أو بالدولار فأصحاب الترهيب بالترهيب أصحاب الخايفين الراحة وبقوا العراقين الحقيقيين اللي يوعدهم صوت يقول لك إحنا نريد دولة عراقية إحنا ما نعترف بمحاصصة إحنا ما نعترف بطائفية إحنا ما نعترف بقتال بحرب أهلية إحنا نريد البلد يعيش إحنا كافي مسألة الانتقام أنتو جيتوا تنتقمون الناس كانت مجبورة الناس كانت كان مصابة عليها سيف أنتو جيتوا تريد تحاسب فلان وعلان لأنه اشترك في حرب لأنه اشترك هذا واجب الإنسان بالجيش بالعراق كل إحنا كان واجب علينا وإلزامي يعني وواحد كان يروح متطوع المهم ومع ذلك الدفاع عن بلده السكان قسم يقول أنه الدفاع ضد النظام المسألة وصلت إلى معيشة العراقي يعني وهما هذا الحقد هذا اللي عندهم اللي جابوه جوي وبدأ هذا الحقد من مجيئهم وإلى أن وصلت إلى ثورة تشرين طبعا بين هذه المراحل نعرف إحنا إحنا جد اختالوا جد اختطفوا صحفيين ناشطين إعلاميين أطباء أي صوت أي مهني أي صوت يطلع ويقول هذه المنظومة غلط تنتظر الكواتم أو الاختطاف أو الاعتقال أو التغيب أشكرك واضح شكرا أشكرك سيد ظافر دكتور رافع هذه السلطة الحقيقة تعكزت قبل 2003 وما زالت حتى ويا في السلطة على قضية ما سمتها مظلومية الشيعة إنهاء حالة التهميش والإقصاء للشيعة إنه الآن الأغلبية للشيعة لكن مع أي صوت ذكر الأستاذ ظافر يعارض هذه السلطة حتى ولو كان الحسين نفسه تطش به وتقمعه كما تقمع أي معاد آخر وما جرى في الناصرية وما جرى في تشرين يعني أدلة يعني واضحة الآن هذه العكازة هذه الراية مزقت الدفاع عن مكتسبات الشيعة مظلومية الشيعة حقوق الشيعة الأغلبية الآن حتى المجتمع في جنوب العراق ما عاد يتعامل بل يزدري هكذا طروحات لأسباب لأنه كما يقول ناشطون أولا كذب واثنين هذه قضية الطائفية يعني أودت بالبلد إلى هذا المنزلق الخطير لا أستاذ ماجد عندما تقرأ تاريخ العراق الحديث يعني أقصد على الأقل من تأسيس الدولة العراقية عام 1921 إلى غاية 2003 نعم ستجد أن الفكر المجتمعي والفكر السياسي الذي يضغى في العراق هو الفكر القومي فكر الوطني والقومي هكذا كان وقرأ تاريخ كل الأحزاب وكل المشاهدين يعرفونه والآن يقدرون يراجعون كل الأحزاب التي تشكلت في العراق كانت تحمل فكرا وطني وفكرا قوميا حتى الحزب الشيوعي اللي يجي من بره هم يعني في وضع معين وضعوه في زاوية معينة أن يختار الوطن في لحظات معينة فالفكر القومي كان هو المسيطر على العراقيين ما جاء بعد 2003 هذا الفكر الطائفي لم تكن الغاية من عنده المقصودة هي وضع الشيعة بالمظلومية اللي تحدثت عنها والدفاع عن المظلومية للشيعة لا لكن نزع الفكر الوطني والقومي من العراقية كان هذا مقصد كبير وسأقول لماذا في عام 1939 جرت حادثة وفاة الملك غازي العراق ثار من من الشمال إلى جنوب وفي جنوب أكثر وبالشمال كله وسط وغرب انتفض ضد السلطة وضد بريطانيا لأنهم اعتقدوا أو كان هكذا وظلت القضية والملف ما زال مفتوحا أنه جرت عملية قتل غازي ولم لأن غازي كان يحمل فكرا وطنيا وقوميا ويؤيد فلسطين ويؤيد التحريق ويؤيد الوحدة العربية وهكذا كانت وكل العراقين كانوا يؤيدون ويحبون غازي جدا جدا وحادثة أخرى أيضم التاريخ هذا نفسه في عام 1941 الوصي عبدالإله هرب إلى الديوانية والديوانية كما معروف مدينة فيها الشيعة وفيها هي مركز الفرات الأوسط عشار الفرات الأوسط عشار الفرات الأوسط التي هي شيعية انجذبت أو مالت إلى الفكر القومي فكر الوطني والقومي ولم تمل إلى فكر البريطاني الذي كان يمثله عبدالله في ذلك الوقت ولم تقف ضد العقداء الأربعة الذين قاموا والقيلاني وسن ذوله في ثورة مايس في ثورة مايس وسن ذوله لكن لم يوقفوا معهم وهم شيعة إذن لم يكن الفكر الشيعي أو الفكر هذا الطائفي هو المسيطر كان فكر وطني وفكر قومي هو المسيطر وهو المعبر عن نفسه في بعد الفين وارباطعش بعد ما جرى في الموصل والرمادي وهدمت المدن وكذا والناس نزحت وهذا المثل الآخر الذي فاتني نذكره في إجابتي الأولى والناس نزحت على جسر بزيبز لتدخل بغداد ما الذي حصل عملوهم بالفكر الطائفي حاولوا يستثيرون الناس طائفيا أن هؤلاء رهابيون هاي مجموعة رهابية ولا يمكن دخول بغداد ومن يريد يدخل بغداد خليجي منه كافية دكتور اسمعلي توسع في هذا الموضوع بس حتى بس نقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود أيضا نستئدم من ضيفنا في سدني أستاذنا ظافر الشمري ومن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث الحلقة فيما يعتبره الناشطون نفاقا سياسيا ومعايير متعددة لقوى السلطة في العراق في التعامل مع قضايا العراق وشعب ضيفات طاولة دكتور رافع الفلاحي والأستاذ ظافر الشمري دكتور استكمال اللي نقطة الدفاع عن مكتسبات أو إنهاء مظلومية الشيع اللي هذا العنوان الذي رفعته قوى السلطة قبل الفيام الثلاثة وحتى اليوم والحديث عن الفكر القومي والفكر الوطني اللي سيطر عليه أريد أن أقول هذا ما وصلني إلى جسر بزيبس الناس اللي عبرت على جسر بزيبس لكي تدخل بغداد ومنعوهم واعتبروهم برهابين وكأنه مصيدة للشباب والكبار وغيبوهم وراحت عشرات الآلات من الناس لا نعرف أي ولا يدخل بغداد إلا بكفيل نعم إلا بكفيل وجاي من الموصل وجاي من الرمادي وجاي من معرفة مني وعراقين هم وأعود مرة أخرى لذلك تحدثت عن الفكر القومي والفكر الوطني الذي كان يسود العراق وهو فكر بالعراقين عاش بالعراقي وأكثر مظاهرات العراق التي خرجت طوال السنوات احصل مظاهرات وطوال الخمسينات والستينات كانت كلها تنادي عن فلسطين والجزائر وكل بفكر قومي وفكر وطني وليس أكثر إذن حتى لا نتهم أنه نحن ضد اللبنانيين لا أهل العراق أكثر الناس قومية ومحبة لعروبتهم لناسهم وللعرب وللبنان ويرحبون باللبنانيين والعرب مهما كانوا يرحبون بهم في بلدهم ويحبوهم حبا كبير هذا ما لا علاقة بانتماءنا الوطني ولكن عندما يعامل العراقي بهذه الطريقة لأنه وخليني أقول بانهلالي لأنه يسني لأنه يريدون يفرقون المجتمع لكي يضغي هذا الفكر ويقتلون بالفكر الوطني والفكر القومي اللي هو متشعب في عقلية ودماء العراقيين يقتلون بالفكر الطائفي الفكر الشيعي هكذا تريد هذا عساب السلطة جاءوا باللبنانيين وجاءوا باللبنانيين من الجنوب الشيعة فقط لكي يعاملونهم بهذه الطريقة هذا يستفز العراقيين لأنه ندخل لللبناني ويعطوا شقق ويعطوا وظائف محافظين طالبوا لهم بوظائف بوظائف وعقود ويطوهم وفتحون ويهللون بهم وبدون تقييد والمطارات ودخلوا ناس وبدون حتى باسبورتات وحتى بالطلبة بالمدارس يدعي الطفل أو يدعي ولي الأمر أنه فلان بالصف الفلاني يقبلونه بالجامعة الفلانية يقبلونه هكذا تعاملوا معهم هذا تعامل نابع من فكر وطني ماشي وفكر قومي ماشي لكن أن يتقصد إثارة الفكر الطائفي بهذا الاتجاه هنا الخطورة هو هذا الذي حصل هذا المعايير لأكثر من معيار لماذا تعاملون العراقين بهذه القسوة وبهذا السوء وهم عراقين وهلكم وناسكم ومن أهلكم ويقف الحيدر العبادي يمنع الناس وليجيب كفيل لكن عندما يأتي أي واحد من الخارج بدون كفيل وبدون تدقيق أمني ومن تسألهم تقولهم لي يقولهم نحن نحن ندقيقهم أمنيا طيب تدققت اللبنانيين أمنيا مع محبتنا للبنانيين وأهلا بيهم وهذا بلدهم والبلدان العربية كلها بلد واحد كانت كانت بلد واحد ويعني ثورة الشريف حسين 1916 كانت لتوعيد البلاد العربية كل هذا هذا واقع حال وساكس بيق قسمت قسمت البلاد العربية يعني بلد واحد وعشائرنا وحدة وتلقى شمري بالعراق وتلقى بالسعودية وتلقى مرهوين وتلقى وهكذا هذه العشائرنا وهذه ناسنا وهذه أراضينا وشكلها متشابه ومناختها متشابهة وطبيعتها متشابهة ولغتها متشابهة ودينها متشابه هذا واقع الحال لكن أن تفرق بهذه الطريقة هنا تبدأ الكارثة ويبدأ الفكر الطائفي الذي يريد أن يلغي فكرك الوطني والانتمائك القومي لذلك أعود مرة أخرى وأقول هذا ما يفسر أنه في الدستور العراقي الحالي هذا الكسيح لم يذكروا العراق بلدا عربيا قالوا أنه العرب الذين في العراق انتمون إلى ما أعرف شنو لكن لم يقولوا هو بلد عربي مع أنه 80 أو 85% عرب اسمح أن نسأل سيد ظافر عن هذه النقطة سيد ظافر هناك تهمة أيضا يبدو صار الناشطون العراقيون يلحقونها بقوى السلطة أن الأزمة اللبنانية كشفت عن أيضا يعني خصلة أخرى سيئة عند قوى السلطة تعرف متهمة هذه قوى السلطة بالعمالة بالطائفية بالفساد وغيرها من الاتهامات التي تعرفها أنها تمارس النفاق أو كشفت عن نفاق سياسي تحدث جزء عنها دكتور رافع هذا النفاق السياسي يعني مع النازحين اللبنانيين بينما العراقيون موجودون في يعني الحقيقة في مخيمات من دون يعني أدنى المقومات ويخشون العودة إلى مدنهم بسبب هيمنة الميليشيات يعني السلطة مجبرة على أن يعني أن تكون منافقة نفاقا سياسيا كيف ستواجه أيضا الرأي العام في العراق بهذا السلوك أهل البلد يعني لا يهتم بهم ويعني ما شيء الضيوف غير معقول الضيوف يعني مقدم على أهل البلد وهو في وضع يعني مزري كما يعني تتناقل تقارير حقوقية وغيرها في مخيمات النزو فهل مجبرة على هذا النفاق السياسي طبعا هو جزء من استراتيجيتها يعني عنوان عنوان البرنامج يعني مظلومية الشيعة وهل أنه هذه والمعايير المزدوجة عنوان الحلقة هو النفاق السياسي النفاق السياسي لقوة السلطة والمعايير المتعددة متعددة نعم العراقي تعرف احنا نعرف المحافظات الناصرية السماوة ديوانية ذكرها الدكتور هي من أكثر المحافظات فقرا يعني أكثر نسبة الفقر فيها أو الناس اللي يعيشون تحت مستوى قط الفقر هم أكثر من 40% طبعا السماوة في مقدمتها السماوة الأكثر وفقرا السماوة الأكثر وفقرا الديوانية الناصرية يعني هذه هذه المحافظات نعم الأسباب نرجع نربطها توطئة لسؤالكم معظم شباب هذه المحافظات هم عاطلين عن العمل ما كوا شغل ما كوا تعيين يمكن باشر أكو مظاهرات أيضا في بغداد عن مسألة التعيينات والعقود ويوميا نشوفها في محافظة يعني أكو بطالة داخل العراق المساعدات الإنسانية الدول اللي تصير بيها كرايسيز اللي تصير بيها يعني مثل هذه الأمور تفتح يعني ممكن أنه دول أخرى تفتح أبوابها مثل ما نشوف وإحنا عراقيين موجودين في تركيا موجودين في الأردن موجودين في سوريا موجودين يعني من الصير في بلد أزمة ومتيجة حرب تفتح الأبواب حتى الناس تدخل من أجل توفير مخيمات إنسانية وتدخل في هذه الأمور طوعا وسائل الضبط الأمني إحنا ما نعرف اللي جاينا من لبنان يعني كلهم كلهم من جماعة اللي يتهجروا وجوز إسرائيل دازة بيهم فتت 5000 واحد من عملاء أهمين ما تدري جاينا العراق ولا هي ما تحتاج ماشاء الله موجودين اللي جابهم هناك فعملية الازدواج بالمعايير نعم موجودة هي من أجل خدمة مشروع هذه الأحزاب أو هذه الميليشيات السؤال هو هذه قوة السلطة سمعي سؤال هل هي مجبورة من أجبرها أجبرتها نوازحة طائفية الجهات الخارجية المرتبطة بها إيران من يجبرها على هذا النفاق السياسي مضطرة له مؤمنة به نعم نعم دكتور ماجد المسألة هي أنت تريد تبقى بالسلطة شنو الأدوات نعم ما هي الأدوات نشوف إحنا الأدات اللي عندهم اللي يجوا بيها من ذات اليوم لليوم هو الخطاب الطائفي لذلك يصور أنه إحنا مع العلم هو دايقتل حتى أبناء طائفته هو دايق مع أي واحد يعبر عن رأيه مع العلم أنه إحنا حرية التعبير المفروض تكون مكفولة حرية التظاهر تكون مكفولة حرية آني آني مثلاً ما أريد لاجئين من حقي هذا أنا كعراقي دستوري يقول يقول من حقي عبر أي من حقي زين أنت تشيطني ليش تتهجم علي وتصفني بالصفات التي هي بيك أنت وتجي تتهمني بها الحقيقة حتى واحد من المراقبين والباحثين العراقيين السياسيين قال حقيقة يرفض اتهام هؤلاء أو وصفهم بالطائفيين يقول هؤلاء أيضاً ليسوا طائفيين لأن الطائفي يعني يدافع عن طائفته ضد الطوائف الأخرى هؤلاء يتعاملون مع طائفته كما يتعامل معادة فهؤلاء ليسوا طائفين مهمتهم يعني يعني هي السلطة أول محروم نحن نقول بالعراقي جوعان سلطة محروم 20 سنة ما شبع 20 سنة ما يشبع هذا عمره ما يشبع لأنها عقدة الدونية ملازمتة يعني مو اليوم البارحة هو ولد دوني وعاش دوني ويقبل أيدي ويقبل الأقدام وهو الذيل واللي مو ذيل شو اسمه يعني هذا يبقى لازق جو الذيل مستحيل ما يعرف لذلك يدور لدائما عن مضلة تحميه ما عنده ومو سيد هو مو مثلي ومثلك يقول لك أنا عراقي وأني وطني لا هذا يجي يتمسك يتمسك بهذا الدولة بهذا الرئيس بهذا الفكر بهذا بس ليش لأنه يريد يبقى تشوف حتى من يعني من يصير عنده فلوس من يصير عنده سلطة تستهوي وبعدين تصير المسألة خلافة ويا ما يتصور أنه هذا خلاف فكري سياسي يحب يناقشك يتجادل تعترض يعترض أكو رأي رأي آخر لا ليش لأنه يحس بتهديد وجودي إليه يحس أنه أنت تهدد هذا رح تاخذ من عنده كل الأموال رح تاخذ من عنده كل قوة وين يحلم يحلم هو يجي يصير مو يصير وزير هو يحلم حتى ياخذ شهادة يعني يخلص يكمل يكمل دراسة أو يدرس كثير من الناس أنا ما دحش على الناس الفقرة لا لا أنا دحش على الناس اللي هم الطبقة اللي هم أصلا محرومين جاه وجعانين سلطة لأنه عاش وبذل هم أصلا هاي العهودية يعني جينات جينات يعني لو يصير لو تخليه رئيس جمهورية هو يبقى راح يبقى يدور على على جهة أخرى أشكر أكبر والدعم أهلا وسهلا الدكتور هذا النفاق السياسي الذي ظهر في عند السلطة المعايير المزدوجة الذي الحقيقة غير مقتصرة على دوافع طائفية يبدو ليس هناك من معايير إلا مصلحة لقوى السلطة وتحدث عنه الأستاذ ظافر جوع للسلطة يعني ما الذي يترتب عليه لو استمرت هذه السلطة بهذا السلوك نفاق سياسي معايير مزدوجة يعني مستعدة أن تجرف كل الذي أمامها كل صوت معارض كل قلم مخالف كل رأي لا يتناسب معها ما الذي سيترتب عليه في المرحلة القادمة إلا استمرت هذه السلطة بحكم العراق هو واحد من لسئلة الكبيرة والعميقة عندما تنظر إلى الفكر الذي يحكم العراق الآن الفكر الذي يحكم قوى السلطة في العراق هل يستطيع أحدا يقول لي أنه فكر طائفي خالص مثل ما حضرتك الآن قبل قليل هؤلاء لا يمثلون حتى الطائفة لأنهم غذر هل هو فكر استبدالي فقط هل هو فكر مستورد من الخارج هو فكر هجين حقيقة كوكتيل كوكتيل نعم وهجين وفوضوي بطريقة غريبة عجيبة لا يمكن أن تضعه في مقياس معين ومعايير معين وتقدر تحكم عليه بهذه الطريقة هذه العقول قد تصل إلى مرحلة من المراحل تصفها بالكسيحة بالفاقدة للقدرة على التفكير لأنه الوضعية غريبة عجيبة أنت تتحدث المظلومية لكن لم يظلم مظلومية الشيعة لكن لم يظلم الشيعة ظلما كما حصل من عام 2003 إلى حد الآن في تاريخ العراق لم يظلم الشيعة تحت ظل نظام معين مثلما ظلم من عام 2003 إلى حد الآن مما يقولون ندافع عن الشيعة نعم نتكلم عن والطائفة التي يقولون ندافع عنها هم يدافعوا هم كل كل العراقين أعداءهم ما داموا ضد سلطة ماذا لم يتحدثون من السلطة سني شيعي كردي عربي لا يعني شيئا أنت معنا إذا كنت مؤيدا للسلطة وتسرق ويانا وتفسد ويانا وجزء من عندنا سني شيعي لا يعني شيء لكن الهم ترتيبات تقسيمات هذا الفكر العشوائي إن لم تكن معنا فأنت ضدنا فهذا الفكر العشوائي قد يقودهم بالمراحل العليا أن يبدون يقسمون أنت سني أنت شيعي أنت كردي أنت عربي يبدون يقسمون لكن بالشكل العام الفكر هذا فوضوي الكل ضد السلطة إذن هم أعداءنا شيئي سني لذلك قتلوهم في 2019 قتلوهم بالناصرية بالنجف بكربلة بكل مكان يقتلوهم وذلك يحاربون حتى الفكر الوطني والقومي أي كان منبعة يجب أن يحارب بالفكر الطائفي يثيرون الطائفية يتحدثون بالطائفية يتحدث بالطائفية والطائفية ومعرف منه ورموز الطائفية بهذه الطريقة لكن هل استطاعت هذه القوى التي تتحدث بالفكر الطائفي أن تكسب الطائفة؟ لا بدليل أنه في عام 2019 وما بعدها ولحد الآن القوى اللي في الجنوب عندما جماهير العراقية في الجنوب اللي هم الشيعة هم يعتبروهم حاضنتهم وحتى في مدينة الثورة اللي يسموها مدينة الصدر عندما يثيرون يحرقون مقرات الأحزاب الشيعية والميليشيات وحرقوها في 2017 وطردوهم والمشاركة في الانتخابات عبارة عن 7-8% نعم ودفعوهم للمشاركة لآخر انتخابات أكثر من 95% من العراقين مشاركة والانتخابات وقرار يعني قرار ذهني عقلي مصمم عليه مو بقرار عشوائي لم يشاركوا لكن مع ذلك زوروا الانتخابات ويتحدثون ما زالوا بالخطاب الطائفي لأنه ماكو غيره يتعكزون عليه لكن واقع الحال هم ليسوا دفاعا عن الشيعة دفاعا عن السلطة التي جاءت تحت إطار ما يسمى بالشيعة والتي تترعاها إيران وتترعاها أمريكا لتمزيق الشعب العراقي ومحو هذا الفكر الوطني والقومي الذي شكل العراق طوال قرن كامل شكل عراق عراق مهيب إلى هيبته إلى حدوده إلى قوته بجيش وبشرطة وبمؤسسات وبتعليم وبصحة وبنمو بخطط تنموية بنهوض هذا كله يجب أن يحارب يحارب عندما تكسر الفكر وهذا الغاية من عنده لذلك الحديث في قضية الطائفية بهذا الاتجاه والفكر الذي يحكم هو فكر عشوائي ليس له لا تستطيع أن تضع له قياسات محينة ومعايير معينة وتقول أن هذا الفكر يتبع للجهة الفلانية فهو يدافع عن الجهة الفلانية أبدا ما لا علاقة مصلحته فقط ومصلحت الجارة إيران فقط أولا وأخيرا نعم أستاذ ظافر هذا النظام السياسي المصاب بكل العلل والموبقات والتشوهات والانحرافات والفساد والطائفية والنفاق السياسي والمعايير لماذا مستمر حتى اللحظة ألي أن أمريكا فقط تدعمه هو مستمر يعني هكذا نظام يفترض منذ عدة سنوات يعني في قبره مستمر هذا النظام ويتحرك وليس فيه حسنة واحدة حتى نخدم توافق بصالح بين إيران وبين الأمريكان اللي جابوهم وقلوهم هو هذا التوازن هنا اللي يحكم وأكو بتاء الأخرى طبعا ثانوية هي تساعد ببقاء هذا النظام أكو تخوف يعني مع الأسف بعض الجهات ما تحاول تكسب هذولا المطلومين الشيعة هذولا المتأذين هذولا هناك توحد يعني أنه رح ننتقم من الكل رح نضرب الكل هذه المسألة تسبب تقوف مع أن الوطني العراقيين يعرفون يعرفون هذه الجهات ومشخصيها بس هذه تخدم يعني هذه تخدم تخدم المشروع يعني أو تخدم التوافق خليل نقول الأمريكي الإيراني بالعراق اللي يحاول أن يقسم العراق إلى إلى سنة وشيعة وكرد وأيزيديين وطوائف ويعني مثل مثل مكانة مماليك يعني هنا لازم يكون أكو توحد حتى نتغلق إلى هذا مشروعهم لازم يكون أكو وحدة خطاب وحدة خطاب معارضة وحدة خطاب سياسي أما سياسة يعني فرق تسد هذي اللي يستخدميها يضرب هذا بهذا يستخدم خطاب طائفي مناطقي عشائري مذهبي قومي حتى يضرب واحد يعني بالآخر إحنا اللي يريد يعني خلي المعارضة شوية تنسى خلافاتها تخلي العراق قبل الجميع وتنظر إلى المظلوم العراقي بغض النظر عن مذهبه ودينه وطائفته وطائفته فتنظر لك كعراقي خالص يعني وحتى تقدر تتغلب بغير هذا الشي ما رح يسير يعني ما رح تسقط المنظومة مع الأسف يعني العراقين ما عندهم مسلاح وسلميين يعني نلتقي في مناسبات وفي حلقات قادمة أنا أشكرك شكرا جزيلا شكرا عزيزي شكرا حياة دكتور رافع هذا النظام بكل هذه العلل وانحرافات سيقوى على الصمود حتى مع الأمريكان والإيرانيين يقوى على الصمود والبقاء يعني هو الحقيقة ما قال الأستاذ ظافر قال هو توافق مصالح وهذا الواقع نعم يعني قوة أي نظام في أي بلد في العالم يعني ضمن نقاط محددة داخل البلد لكن لأن وضعنا قوة هذا النظام خارج البلد قوة بأمريكا وإيران لكن هذا توافق مصالح وهذا الذي يجعلنا نتفائل جدا يعني سيبقى مرحليا ووقتيا وليس مؤبدا أبدا وقريبا جدا هذه المصالح ستفترق هذه المصالح لا يمكن أن تبقى مستمرة مستحيل لم ادرس العالم في تاريخ العالم كل القرونة التي مرت كل المصالح يجب أن تفترق في مرحلة معينة وستفترق الآن هناك مؤشرات كثيرة ستؤدي إلى افتراق هذه المصالح وسيكون النظام في مهب الريح مئة بالمئة لأنه سيفقد كل الغطاء الذي حتى هذه القوى التي تدعم دوليا وإقليميا ستنقلب عليه لأنه هذه لم تأتي مختارة للدفاع عن هذا النظام جاءت مجبرة مجبرة بهذا التوافق بالهراوة الأمريكية وهذه الهراوة الأمريكية ليس لأنه الأمريكان سيصحون بأنهم ارتكبوا أخطاء لا لا هذه قضية مصالح ستختلف ستستوجب أنه في العراق يكون التغيير وسيكون التغيير وهناك يعني مؤشرات كثيرة إقليمية ستجعلهم يسمحون بهذا التغيير شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة لم يتبقى لنا لا نشكر ضيفينا وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي كان هنا في الستوديو ونشكر أيضا ضيفنا عبر سكايب من سيدني في استراليا الباحث في قضايا مكافحة الإرهاب لأستاذ ظافر الشمري كما أشكركم مشاهدين الكرام حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة